ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة مفردة الحكمة هي نهي الشرع أتى الشرع بالنهي سمعنا وأطعنا فيجب أننا تقيد بذلك لكن هل استنبطت حكم؟ نعم قال بعض العلماء لكي يتقوى المسلمون على العبادة في يوم الجمعة ولكن قال ابن القيم رحمه الله في هذا نظر لما؟ لأنه لو صام يوماً قبله أو يوماً بعده انتفى الأمر إذن هذه العلة التي ذكر بعض العلماء غير صحيحة قال بعض العلماء لأنه يوم عيد ويوم عيد لا يصام قال ابن القيم رحمه الله وفيه نظر لما؟ لأنه لو صام يوماً قبله أو يوماً بعده انتفى هذا فدل هذا على أن هذه الحكمة غير صحيحة إذن ما الشكمة؟ قال رحمه الله من باب أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرع حص حصير فهو من باب سد الذراع حتى لا يلحق بيوم الجمعة قلت وبأي يوم فاضل أن يلحق به ما لم يأتي به الشرع يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة قاعدة في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام الفاضلة من أنك لا تحدث فيه شيئا ولذا هذا الحديث وهو النهي عن صيام يوم الجمعة على وجه الإنفراد يرد تلك البدع من أذكار من دعاء من عبادات خصصا يوم الجمعة بها ولها فالشرع سد الباب